مباراة بالنسبة للأهلي طبعا صعبة جدا فريريا المدريد حتى لو فيه غيابات بالنسبة للفرير الملكي هتبقى مباراة صعبة وتيكتيكية طبعا من ناحية النادي الأهلي النادي الأهلي طبعا يهمه ان هو يفوز عشان يحقق مركز أفضل من المركز الثالث اللي هو حصلها يبل كده في كازا منديال لكاز العالم الأندية ماتش تحدي مشابه بالنسبة كبيرة لمباراة باير ميونيخ الأهلي قدام سكواد كبير جدا لريال مدريد وتحدي كبير ولكن الأهلي يمتلك روحه مع نويات مرتفعة جدا الفترة دي هتساعده بشكل كبير جدا خاصة وسط الجمهور العربية في المغرب أنا شايف أن الماتش هيبدأ بشكل متحفظ شوية من جانب الأهلي تحديدا في وسط الملعب يعني هيبقى غير الماتش اللي احنا لعبه الأهلي أمام باير ميونيخ هيبقى فيه تحفظ كبير في وسط الملعب دقايه الأولى والربع ساعة الأولى لو عدد بشكل كويس وقدر الأهلي يتماسك ويقف على رجليه في أرض الملعب ممكن يعمل ماتش يوصل للأشوات الإضافية لعله خير إن شاء الله ويوصل لرقلات الترجيح يعني هوا ده أنا شايف أنه ممكن يكون ده أفضل سيناريو وممكن يلعب بالأهلي وصد ريال مدريد أهلي طبعا هيواجه صعوبة قدام ريال مدريد ولكن طبعا الأهم في المواجهة بقرة أنه يبقى فيه تركيز فيه هدوء فيه شيل الضغط مع اللعبة يقدموا قورة يقدموا نفسهم للعالم العالم كله بتفرج عليهم فلازم يقدموا نفسهم بشكل كويس عشان يقدر يقدموا قورة كويسة لو دخل بخوف أكتر زي ما حصل مع الأهلي مع بير ميونيخ والأهلي كان ظهر بشكل سيء جدا مع موسيماني أعتقد لو ظهر بنفس الشكل ده هيبى فيه هزيمة متوقعة إنما لو دخلت المباراة بهدوء وتركيز وشيل الضغط إن أنا أقدر أقدم هي بتهيئة مباراة مش هتكرر تاني فأقدر أقدم نفسي فيها بشكل كويس أعتقد لو فيه تركيز وفيه دوم الأهلي لها الممكن يساير المباراة بشكل كويس ويقدر يوصل لإنجاز كبير جدا لو وصل للمقرأة النهائية يبقى ثلاث فريق عربي يوصل للمقرأة النهائية ويبقى أعتقد يبقى ونصول لأبعد نقطة بالفوز بالكاس يبقى حاجة إنجاز كبير للقرأة المصرية والندلالة طبعا بوجه الخصوصية